هذا المستشرق والرحالة حينما انتقل من المغرب إلى مصر ومن مصر ارتحل مع الأخوة المصريين الذين كانوا للتو انتهوا من قسوة الكعبة فعلم أنه موسم حج فارتحل معهم وكان هذا الرجل دقيق دقة متنهية في عملية الوصف والتحليل حينما دخل إلى مكة ووصف الكعبة المشرف ووصف الحصير الجل لكم الله على الأرض والسامعين الكسوة الكعبة الحمام الزي فحينما انتقل إلى المشاعر المقدسة فعلا شهد جيش الإمام